من الميادين السلام عليكم وإلى العنو شهيد وجريح برصاص الاحتلال الإسرائيلي على سيارة فلسطينية شمال القدس القوات العراقية تتقدم جنوب الموصل وتصل إلى ضفة نار دجلة وتلتقي أحدات عمليات تحرير نينوى في مخمور الرئيس اللافنزولي يضع المرافع الرئيسية تحت أمرة الجيش ويقول أن انتشاره في الأماكن الحساسة كشف وجود فوضى وانعدام للنظام أهلا بكم سوشد فلسطيني برصاص جنود الاحتلال وجريح آخر بعدما فتح جنود الاحتلال النار على سيارة فلسطينية شمال القدس فيما اعتقل ثالث بحسب ما أفد مراسلنا في فلسطين المحتلة وإساءال العلام الإسرائيلية قالت أن جنودا اشتبهوا بمحاولة سيارة دهسهم عند حاج زران فأطلقوا النار عليها وينضم إلينا مدير مكتب اللامادي في فلسطين المحتلة ناصر اللحام ناصر ما الذي يجري شمال القدس نعم صباح الخير لمجرد الشبهة جنود الاحتلال قوات حرس الحدود يبدو أنهم كانوا فزعين وخائفين خلال عملية اقتحام وتنشيط واعتقالات في حي الرام شمال القدس فتحوا النار الاوتوماتيكي من البنادق باتجاه سيارة للفلسطينيين فيها ثلاثة شبان استشهد شاب فلسطين على الفور وجريح آخر حانته خطيرة واعتقال الثالثة قوات الاحتلال تقول إنها اشتبهت بأن السيارة كانت تتجه نحوهم حيث هناك تشديد من قوات الاحتلال على جميع المناطق الفلسطينية وعمليات التنكيل مستمرة في دورة وسعير ويطة الخليل ما استرعى أن يدعو رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله لعقد لقاء أمني في مدينة الخليل اليوم منطقة الخليل أيضا محاصرة للأسقوع الثالثة على التوالي والأوضاع متوترة جدا ميدانيا قوات الاحتلال تدعي بأنها تضبط مخارط للحديد يستخدمها الفلسطينيون في تصنيع البنادق الاوتوماتيكية التي تحاكي الـ M16 والكارب كستافو وغيرها من البنادق التي تستخدم في العمليات الانتفاضية على كل حال من الأحوال الأوضاع الميدانية امتدت من الخليل إلى وسط الضفة الغربية في صورة انتقلت فيها الانتفاضة من السكاكين إلى أطلاق النار نعم مدير مكتب الميدين في فلسطينة المحتلة ناصر اللحام شكرا جزيلا لك أكد نائب الأول لرئيس المجلس التشعي الفلسطيني أحمد بحر أن المقاومة الفلسطينية تتعرض لمؤامرة عربية وأقليمية ودولية بهدف نيل منها وأضعاف مقاوماتها بحر شدد في خلال مارجان أقامته حركة الحرارة الفلسطينية لمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيسها في مدينة غزة على أن سلاح المقاومة الشرعي ولم تتمكن أي قوة من تجريد المقاومة منها نقول لأولئك الذين يحاولون إسكاك صوت البندقية إسكاك صوت البندقية ويطرحون بذلك أمام العالم بإسكاك المقاومة وعلى وجه الخصوص حركتين حماس والجهاد الإزلالي هكذا يتصورون وهكذا هم يتآمرون على قضيتنا وعلى شعبنا نحن نقول لهم في انطلاقة حركة الحرارة المجاهدة هذه الحركة المجاهدة نقول لهم خسيتم لن تستطيعوا أن تنزعوا سلاحنا إلا إذا أردتم أن تنزعوا أرواحنا من جانبه أكد القيادية في حركة الجاد الإسلامي خارد البطش في كلمة الفصال لأن حركة الأحرار مثلت بانطلاقتها إضافة نوية للفصائل ورقما إضافيا مقاوما في مواجهة الاحتلال البطش شدد على أن فلسطين كل فلسطين أرضه وقفة إسلامية لا تقبل القسمة على شعبين أو دولتين وأنها للفلسطينيين وحدهم وأن الاحتلال إلى زوال لا بد من التأكيد على هوية الصراع عن هذا العذور على الهوية العربية والإسلامية لهذا الصراع وأن هذه الأرض أرضنا وليست أرضهم وأن هذا التراب ترابنا وليست ترابهم لذا سيستمر المقاومة والجهاد لذا يجب أن تستمر الانتفارة الباسلة في القدس رقم نزف التضحيات وكثرتها لأننا لا ينبغي أبدا أن نسمح لهذا العذور بأن يستكين أو يرتاح لذا وظيفتنا أيها الإخوة الكرام وظيفتنا أن نبقي محور الشام المشتعل وظيفتنا في جلسطين أن نبقى ونبقي شمعة النقومة والجهاد المتحدة نقش مجلس الأمن الدولي نتائج تقرير اللجنة الربعية وفيما انتقدت السلطة الفلسطينية تقريرا ربعية حاول الأمين العام للأمم المتحدة بنكمون تبرع تسرائيل من جرائمها متهم الجانب الفلسطيني بالتحريد الذي يغذي الإرهاب تقرير نيزار عبود مجلس الأمن الدولي يبحث القضية الفلسطينية بعد أسابيع من صدور تقرير اللجنة الربعية تقرير ووجه بانتقادات لقصوره في تقديم أفكار جديدة أو منصفة مواقف الأمين العام للأمم المتحدة بقيت بعد زيارة الضفة وغزة متحيزة الفلسطينيون الذين يحتفلون ويشجعون الهجمات ضد الأبرياء يجب أن يعلموا أنهم لا يخدمون مصالح شعبهم والسلام يجب إدانة هذه الأفعال بنحو تام ويجب بذل المزيد للتصدي للتحريد الذي يغذي الإرهاب ويبرره السلطة الفلسطينية انتقدت تقرير الربعية بشدة وعربت عن خيبة أعملها به التقرير يتضمن محاولات غير لائقة بالموازاة بين قوة الاحتلال وبين الشعب المحتل ومساواة العنف الفردي مع عنف قوة الاحتلال التي تعد مصدر النزاع وكل الأمراض ولم يستطع مندوب فلسطين إيقاف دموعه وهو يقرأ رسالة والد فلسطيني مفجوع الولايات المتحدة عبرت عن القلق من أن يصبح حل الدولة الواحدة واقعا من دون طرح العلاج تقرير الربعية يعكس قلقنا من التطورات التي تهدد حل الدولتين كالعنف والإرهاب والتحريض وتوسيع المستوطنات والوضعين السياسي والإنساني في غزة وبدورها اعتبرت روسيا تقرير الربعية مهما وأعربت عن دعمها لمساعي مصر من أجل حل يقوم على خطة السلام العربية وحضر مندوبها من غياب التعاون الدولي في محاربة الإرهاب الولايات المتحدة تود أن يزكي مجلس الأمن الدولي تقرير اللجنة الربعية ذلك التقرير الذي لا يأتي على ذكر حيود عام 1967 كما أنه لا يحمل الاستيطان مسؤولية عرقلة التسويع وبالتالي فإن هذا التقرير يصبح مرجعية أخرى تهضم بموجبها حقوق الشعب الفلسطيني كما يرى بعض المراقبين نزار عبود الأم المتحدة نيويورك الميادين قال وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أن القوات العراقية التي تتقدم جنوب الموصل استعادت قرية إجحلة شمل قاعدة القيارة لتلتحم مع وحدات أخرى من الجيش تتقدم في اتجاه آخر أوضح العبيدي أن القوات العراقية وصلت إلى ضفة نار دجلة والتقت وحدة عمليات تحرير نينوى في مخمور هذا وألقت القوى الجوية العراقية منشرة فوق الموصل تدعو أهلها إلى الاستعداد لمعركة تحريرهم من داعش إلى سوريا حيث استدفت ستة قاذفات استراتيجية روسية بعيدة المدى من طراز 2-22 أم 3 مواقع تنظيم داعش شرق تدمر وفي السخنة وأراكة بذخائر متشضية شديدة الانفجار وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية بيان الوزارة أكد أن الطائرات دمرت معسكر كبير لداعش وثلاثة مغازنة ذخيرة وأليات عسكرية للتنظيمة كما أكد وقوع عدد كبير من القتلى في صفوف داعش وضفت الوزارة أن كل الطائرات التي شاركت في الغراء عادت إلى مواقعها الدائمة في روسيا هذا وخرق الجيش السوري دفاعات المسالحين في منطقة الليرامون شمال حلب وسعد السيطرة على مبنى سادكوب مقتربا من دوار الليرامون الواصل إلى طريق الكستلو وفق ما أوضح الإعلام الحربي في سوريا مراسلنا في حلب قال أن الجيش السوري صد هجوما عن نفان جبهة النصر في حلب القديمة يعملوا على فصل المسلحين بين الليرامون وحي أبي زيت مرة أخرى تفشل المجموعات المسلحة في حلب بإحداث خرق في جبهات المدينة الجيش السوري يصد هجوم المسلحين من محاور عدة على المدينة القديمة وعبر هذه الأزقة من دون أن يستطيعوا الوصول إلى نقاط الجيش كان لنا معلمات من مقرات جبهة النصرى أنه فيه هجوم على منطقة العقبي وتم الهجوم أولا بالقذائف الصاروخية على منطقة العقبي والتمهيد وتم التصدي لهم من أشاوس الجيش العربي السوري الهجوم بدأ بقصف بالقذائف الصاروخية تبيعها تسلل الانغماسيين نصرة لإحداث خرق ضمن خطوط الجيش الدفاعية داخل المدينة جدران وسواتر ترابية تحولت إلى خطوط تماس بين الطرفين داخل أزقة المدينة القديمة الضيقة المعارك هنا مواجهات مباشرة وقريبة اقتراب الجيش السوري من حسب معركة الكستيلو عبر محوري الليرموني والملاح جعل من مسألة فتح جبهات المدينة أمرا ضروريا لدى المسلحين بعد أن اقترب الحصار من مناطقهم في أحيائهم الشرقية المسلحون المحاصرون في شرق المدينة حاولوا الضغط من جبهة المدينة القديمة لتخفيف هجوم الجيش على نقاطهم في محور الكستيلو بالتقدم إلى عدة نقاط باتجاه معامل الليرمون لشمال غرب حلاب وهذا التقدم يؤدي إلى الضغط والتقدم باتجاه بني زيد والضغط على المجموعات المسلحة المتوجدة في بني زيد لتحرير هذه المنطقة من المجموعات الإرهابية المسلحة معمل السادكوب آخر المواقع الاستراتيجية التي وصلت إليها طلائع الجيش السوري في جبهة معامل الليرمون عملية سريعة وخاطفة تحت تمهيد صاروخي عنيف استطاعت قوات النخبة من الجيش وحلفائه تحقيق خرق كبير في دفاعات المسلحين وتمكنت من التقدم في الحد الفاصل بين حي بني زيد ومعامل الليرمون جبهات محيطة بمحور طريق الكاستيلو يعمل الجيش السوري على حسمها للتقدم في الأمتار الأخيرة ما قبل إكمال الطوق على أحياء مدينة حلب وتحقيق منعطف كبير في سير معارك المدينة وريفها الواسع من مدينة حلب مجد ليلى لقناة الميادين تتواصل في منبج المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة ومسلحي تنظيم داعش من جهة ثانية مصادر ميدانية تحدثت عن تقدم قوات سوريا الديمقراطية في حي الحزوانة باتجاه مستشفى الباسل ودوار السبع بحرات واستكرر وفر تشهد ما هذه المناطق بين المقاتلين الكرد ومسلحي داعش وصلنا حاليا مشفى باسل في منبج ومن طريق جارابلوس وصلنا كراد جارابلوس وإن شاء الله ثلاثة أو أربعة أو خمس أيام إن شاء الله نقضي على الدواعش كامل والحمد لله من لما وصلنا لهون الشعب من شافنا ارتاح وكل الشعب بلش يقوم معنا وكل الشعب قام ينتسب معنا والحمد لله يعني الأوضاع متيسرة فتنا بمنطقة بممج قمنا بتحرير حوازمة مشفى الباسل حاليا قناصاتنا مركزة على الصوامع والشباب معنوياتهم عالية عالية وإن شاء الله خلال كم نهار يتحرر ممج يعمل خير بالمنطقة الأعلام الحربي في سوريا بثا مشاهدة لتدمير وحدة من الجيش السوري صغريجا محملا بالمازو التابع لتنظيم داعش في قرية الأصلحة بريف السويداء الشمالي انتقد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجافري الدول الأوروبية التي أقحمت الأزماء السورية في جلسة لمجلس الأمن مخصصة لبحث القضية الفلسطينية الجافري قال أن الدولة الأوروبية صدرت إرهابيين إلى سوريا وهي تدفع الآن ثمن ذلك كان اسمهم جهاديون ومعارضون معتدلون عندما كانوا يستهدفون السوريين لكن عندما ارتد هذا الإرهاب إلى عواصمهم الأوروبية أضحى يسمى إرهابا وهو كلام الجميع يعرف أن وزير الخارجية الفرنسي السابق لوران فابيوس قد قاله في قمة مراكش التي ادعت آنذاك تشكيلها لجسم معارض سوري عام 2012 نفس الكلام قاله وزير داخلية فرنسا آنذاك الذي أصبح اليوم رئيساً للوزراء كلاهما قال في 12 ديسمبر 2012 أن الإرهاب الأوروبي الذي أرسل إلينا من فرنسا اسمه جهاديون فرنسيون وضع رئيسي فنزولين كراس مادورو الموانئ البحرية الرئيسية الخمسة في البلاد تحت سلطة الجيش في إجران اتخذه لحل الأزمة الاقتصادية قال مادورو عبر تلفزيون الحكومي بعد لقاء وزير الدفاع أنه أقام سلطة موحدة لكل المرافع الخمسة ولفتل أنه أمر بانتشار الجيش منذ الاثنين في المرافع والمطارات والمصانع مؤكداً أن هذا الانتشار كشف وجود فوضى وانعدام للنظام الذي يشجع على الفساد قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها ستعلن خلال الساعات القليلة المكان الذي سينتشر في النظام الدفاعي المضاد للصواريخ مع الجيش الأمريكي للتصدي لتهديدات كوريا الشمالية وكان الجيش الكوري الشمالي قد هدد بالرد على هذه الخطوة فور تحديد مكان نشر النظام المضاد وتوقيته أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنه سيستقيل من منصبه اليوم الأربعاء ليفسح طريقة أمام زعيمة حزب المحافظين الجديدة تيريزا ماي وتنتظر رئيسة الوزراء الجديدة ملفات عديدة لعل أهم التفاوض مع بروكسل من أجل خروج بريطانيا من الاتحال الأوروبي تيريزا ماي رئيسة لوزراء بريطانيا فوزيرة الداخلية الأطول في تاريخ المملكة المتحدة لم تكد تبدأ حملتها الوطنية لإقناع 150 ألف عضو في حزب المحافظين بزعامتها للحزب حتى انسحبت منافستها أندريا ليتسوم من الصباق بعد هفوة سياسية أثارت ضجة حيث أشارت إلى ميزتها عن منافستها بالأمومة فأصبحت الطريق سالكة لتيريزا ماي للفوز بزعامة الحزب وعرش داونينغ سريت هناك حاجة بالطبع إلى التفاوض من أجل أفضل صفقة لبريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي وصياغة دور جديد لأنفسنا في العالم بريكزيت يعني بريكزيت كاميرون الذي كان ينتظر شهر سبتمبر أيلول ليرحل عن داونينغ سريت بعد انتخاب زعيم جديد لحزب المحافظين سارع إلى إعلان عزمه تقديم استقالته الأربعاء أمام الملكة إليزابيت الثانية بعد الانتهاء من آخر جلسة برلمانية له بعد ست سنوات من رئاسته للحكومة يوم الأربعاء سأحضر جلسة برلمانية ومن بعد ذلك أتوقع أن أذهب إلى قصر باكينغ هام وأقدم استقالته وسيكون لدينا رئيس جديد للوزراء تيريزا ماي التي كانت ضمن حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي ستتصدر أجندتها السياسية العلاقة مع بروكسل رغم أنها كانت حاسمة بأن قرار مغادرة الاتحاد نهائي لكنها ستعمل على التفاوض بأفضل الشروط لبلادها الحكومة الجديدة ستعمل على تشديد الإجراءة ضد المهاجرين تقيد أن حزب المخفضين سيعتمد النهج الاقتصادي السابق ذاته في الحكومة الجديدة تيريزا ماي التي تعد من أشد معارضي المهاجرين ولسيما الأوروبيين منهم سيعكس شكل أداء حكومتها المقبلة مدى العلاقة مع الاتحاد الأوروبي في ظل توقعات بتولي المشككين بأوروبا مناصب قيادية فيها توجه رئيسة الوزراء الجديدة مطالب من الأحزاب المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة حتى تحصل على تفويد شعبي في إدارة البلاد لكن تيريزا ماي رفضت ذلك متسلحة بتأييد نواب حزبها وعدم توفر الأصوات اللازمة للمعارضة في البرلمان لسحب الثقة من زعيم حزب المحافظين مستصر لندن حلم يدين موسيقى موسيقى إلى قوة إقليمية وازنة حول حزب الله بعد انتصاره على إسرائيل في حرب تموز أب 2006 ومنذ تلك الفترة والحزب يراكم قدرات ميدانية تعزز معادلة الردع تجاه إسرائيل وتضعها أمام حسابات معقدة في أي حرب قد تشنوها في المنطقة خلال الفترة المقبلة تقرير محمد محسن إذا قصفتم عاصمتنا سنقصف عاصمة كيانكم الغاصب إذا قصفتم بيروت فالمقاومة الإسلامية ستقصف مدينة تل أبيب هذا التهديد كان مفصليا في حرب تموز 2006 لكنه تحول بعدها بسنوات قليلة إلى بديهة من بديهيات أي حرب مقبلة بين إسرائيل والمقاومة تطور مفهوم الردع بين إسرائيل والمقاومة بما لم تعهده إسرائيل خلال عقود من سطوتها في المنطقة تقاعد رئيس الأركان الإسرائيلي سابق بني جانتس قبل أن يحقق تهديده الأخير بإعادة لبنان ثمانين عاما إلى الوراء يقول خلفه جادي أيزنكوت في آخر تصريحاته إن التهديد من لبنان لا يزال قائما لم ترقى التصريحات الإسرائيلية إلى أن تكون أكثر من تهديدات شفوية وما جعلها كذلك واقعا هو تدرج الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله في الحديث عن قدرات المقاومة الردعية يدرك الإسرائيليون قبل غيرهم أن نصر الله يخفي في جعبته مفاجآت لن يستخدمها في سياق الحرب النفسية المتبادلة لكن المعلن على لسان نصر الله حتى اليوم يبدو كافيا للردع حصار بحري يمكن أن تفرضه المقاومة على كل الساحل الفلسطيني المحتل نقل جغرافيا المعركة إلى الجليل الفلسطيني المحتل تدمير منشآت حيوية وحساسة ونووية تعتبرها إسرائيل درة تاج قوتها فضلا عن قصف أي بقعة في فلسطين المحتلة بالصواريخ الثقيلة وفق معلومات مؤكدة فإن تهديدات السيد نصر الله لإسرائيل عبر مقابلته الأخيرة مع الميادين منعت عدوانا إسرائيليا كان من المفترض أن يبدأ العد التنازلي لبدايته منذ نيسان أبريل الماضي لاستهداف مواقع عسكرية للمقاومة يتقاطع ذلك مع ما تكشفه الميادين عن تلقي السيد حسن نصر الله عبر جهة أممية في تلك الفترة رسالة إسرائيلية مثادها أن إسرائيل لا تنوي شن حرب على حزب الله وأن نصر الله أكد لهذه القناة الأممية ضرورة إبلاغ الرسالة إلى رئيسي البرلمان والحكومة في لبنان نبيه بري وتمام سلام أكثر من مسؤول إسرائيلي عبر عن خشيته من الخبرات التي يكتسبها حزب الله في معاركه ضد الجماعات المتشددة في سوريا كقوة إقليمية تراكم المقاومة عتادها وتسقل تجربتيها الدفاعية والهجومية تحسبا لعدوان قد تقرر إسرائيل شنه في أي وقت مقبل أنا سأكون واضحا جدا أي حرب على لبنان تستهدف لبنان شعب لبنان بنيته التحتية نحن سنخوض هذه الحرب بلا سقف وبلا حدود وبلا خطوط حمراء موسيقى 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 اختصبوا سبايا الحرب إلى الصحف الفلسطينية مع صحيفة القدس وجاء في عنوانها الأول القاهرة تعد لعقد قمة إقليمية لإطلاق المفاوضات وفي القدس أيضا المسوطنون في الضفة واحد مقابل ثلاثة فلسطينيين مخطط لمصادرة ألاف الدنومات من الأراضي العربية في الدخل وإلى الصحف الكويتية مع صحيفة القبس مفخخة الكرادة خضعت للتفتيش سبع دقائق وفي القبس أيضا مهام شاقة تنتظر ميركل البريطانية توفقية أقرب إلى اليمين وتحب المشي والطبخ والمزاح ونختم مع صحيفة القدس العربي مستوطنون يهود يؤبنون قتلاهم في حرم الأقصى والخارجية الفلسطينية تدينها وتعتبرها سابقة خطيرة تعيين رجل دينا يهودي يفتي باختصاب العربيات حخاما لجيش الاحتلال نأتي لختم جولتنا وعود إليك رانا شكرا لك فاطمة ونحن نعود إلى عنوين النشرة شهيد وجريح برصاص الاحتلال الإسرائيلي على سيارة فلسطينية شمال القدس القوات العراقية تتقدم جنوب الموصل وتصل إلى ضفة نار دجلة وتلتقي وحدات عمليات تحرير نينوى في مخمور الرئيس الفنزولي يضع المرفى الرئيسية تحت أمرة الجيش ويقول أن انتشار في الأماكن الحساسة كشف وجود فوضى وانعدام للنظام للمزيد من الأخبار وتقرير زور موقع الميادين على الانترنت الميادين.net ولمتابعين باللغة الإسبانية اسبانول.الميادين.net إلى اللقاء اشتركوا في القناة